اهلا بكم مشاهدين الافاظل الى نشرة الصابحة من قناتكم نوميديا نيوز ونبدأها بالعنوين رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة يتحدث مع نظيره الرواندي بول كاقامي والاخير يصف العلاقات الثنائية مع الجزائر بالجيدة في قطاع التربية اكثر من ثمانمائة الف مترشح لشهادة البكالوريا لدورة جوان الفين وخمسة عشر وزير الصحة عبدالملك بوضيف يؤكد ان معاناة مرضى السرطان مع مواعيد العلاج بالاشعة سنتنتهي اواخر العام الحالي الجزائر تدين بشدة مقتل الرعاية الاثيوبيين في ليبيا وتصف العمل الارهابي بالجبان وفي الرياضة الخضر يستقبلنا السيشل في الثالث عشر جوان المقبل بملعب تشاكير بالبوليدة ضمن تصفية كان الفين وسبعة عشر اهلا بكم من جديد استقبل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة امس بالجزائر العاصمة الرئيس الرواندي بول كاقامي الذي يجري زيارة دولة الى جزائر تدومه ثلاثة ايام وجرى الاستقبال بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الاول عبدالملك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد او يحيا ونائب وزير الدفاع الوطني قائد اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد جيت صالح ووزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوهرب واكد الرئيس الرواندي للصحافة عقب اللقاء ان الجزائر ورواندا تربطهما علاقات ثنائية جيدة منذ السبعينات سيما على صعيد الدبلوماسي موضحا بان العلاقات بين البلدين قد تحسنت خلال السنوات الاخيرة مؤكدا ان الجزائر ورواندا تعملان على تعميق تلك العلاقات بشكل اكبر في ملف التعاون دائما يشرع اليوم وزير العلاقات الخارجية المكسيكي انطونيو ميد كوري برينا بزيارة عمل للجزائر تدوم ثلاثة ايام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرة وسيقوم الطرفان خلال هذه الزيارة بتقييم التقدم المحقق في مجال التعاون الثنائي بين الجزائر والمكسيك وسيبحثان السبول الكفيلة لتطويره كما سيتعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف امس بولاية عنابة بان معاناة مرضى السرطان من مشكلة تأخر الموعيد للعلاج بالاشعة ستنتهي اواخر السنة الجارية 2015 واوضح الوزير خلال معينته مشروع مركز مكافحة السرطان بعنابة في اطار زيارة عمل وتفقد قام بها الى هذه الولاية بان مشكلة تأخر المسجل على مستوى برمجة الموعيد للعلاج بالاشعة سيجد حله مع نهاية السنة الجارية باستلام مشاريع مراكز مكافحة السرطان الجاري انجازها في اطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان منها مركز عنابة الذي تم تجهيزه باحدث المعدات الطبية المتخصصة بطاقة تتعدى 105 مريض يوميا وذكر بوضياف في هذا السياق بان عدد مراكز مكافحة السرطان الذي كان لا يتعدى 17 مركزا سنة 2012 سيرتفع مع نهاية سنة 2015 ليصل الى من مجموعه 47 مركزا اكدت وزيرة التربية الوطنية النورية بن غبريط ان عدد المترشحين لاجراء امتحان شهادة البكالوريا المقرارة من السابع الى 11 جوان المقبل يقدر باكثر من 800 الف مترشح فيما سيشتاج اكثر من 500 الف تلميذ وتلميذ امتحان شهادة التعليم المتوسط واكثر من 600 الف تلميذ امتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي وهذا استنادا الى احصائيات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وقالت بن غبريط في منتدى الاذاعة الوطنية ان تواريخ هذه الامتحانات ستجري في اجالها المحددة مسبقا الثاني جوان بالنسبة لامتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي ومن السابع الى 11 جوان بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا ومن الرابع عشر الى السادس عشر من نفس الشهر بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط وذكرت بان كل الاجراءات المادية والبشرية قد اتخذت من اجل ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات الوطنية ودعت بالمناسبة تلاميذ اقسام السنة النهائية الى متابعة دروسهم الى غاية نهاية السنة الدراسية انطلقت امس عبر جميع مساجد الوطن قراءة صحيح البخاري وموطئ الامام مالك وجرى الحفل الرسمي للانطلاق فعالية هذه القراءة بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة تحت اشرف وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى وبحضور عدد من المشائخ والائمة وايطارات سامية في الدولة تفاصيل اكثر في تقرير الزميل محمد سادق بوزين اشرف وزير الشؤون الدينية والاوقاف على انطلاق قراءة صحيح البخاري وموطئ الامام مالك بالمسجد العظم الاثري وبهذه المناسبة ذكر الدكتور محمد عيسى ان قراءة صحيح البخاري يقصد بها قراءة الحديث والقرآن باعتبارهما المرجع الاساسي للإسلام ولا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف الوزير العملية بالسنة الحميدة التي دابت الجزائر على الاقتداء بها على غرار دول المغرب العربي كما كان يعمل بها علماء الجزائر كعبد الرحمن ثعالبي والأستاذ محمد بن العرب بن محمد بن أبي شناب وغيرهم عممنا هذا القرار ليمس جميع الجوامع المركزية في الجزائر الحبيبة سوف يكون في وهران من يروي صحيح البخاري بسنده المتصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على حلقة قراءة صحيح البخاري حتى إذا وصلت ليلة القدر أجاز من لازم الحلقة أو الحلقة ومن داوم عليها بسم الله الرحمن الرحيم أعلن عن انطلاق سنة قراءة صحيح البخاري رواية في جامع الكبير هذا استنانا بسنة سلفنا الصالح فبسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله التفلان ومنه كل توفيق والسلام ورحمة الله وبركاته للإشارة ستختتم قراءة صحيح البخاري في ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك واذكروا أن كتاب صحيح البخاري يحتوي على ما يفوق سبعة ألاف حديث نبوي شريف استاذنا والمرحوم رحمه الله الشيخ شيبان هو الذي سنة هذه السنة كل سنة في هذا المسجد العظيم الكبير ولهذا دعبة هذه الأمة الجزائرية وخاصة في هذا المسجد العظيم أن تحيي هذه السنة الحميدة عن طريق التواطر بسندين صحيح كما تحدث الإمام الخطيب بالجامع الكبير الدكتور عماد بن عامر في كلمة مجزة عن مغزة وأبعاد هذه السنة الحميدة التي اعتادت مساجد الجزائر العمل بها كما نوه المتحدث بالدور الذي لعبه علماء الجزائر على مر التاريخ في صون السنة والأحاديث الشريفة من أي تحريف أو مغالطة مشيرا إلى أن العلماء الجزائريين منذ القديم اعتنوا بعلم الحديث تدريسا ورواية وإجازة وقد تم بالمناسبة قراءة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على الحضور باب كيف كان بذل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نور في النشاط الثقافي أكد محافظ تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015 سامي بن شيخ الحسين خلال ندوة صحفية نشطها بمعية المدير العام لديوان الوطني للثقافة والإعلام لخضر بن تركي أمس بقسنطينة أنه تم ضبط البرنامج الثقافي لثلاثة أشهر الأولى من التظاهرة وأوضح بن شيخ الحسين بأن الدوائر العشر للمحافظة تعمل على وضع آخر الروتشات على برامجها مشيرا إلى أن الأجندة الثقافية لهذه التظاهر الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى تتواجد بالموقع الإلكتروني للمحافظة ومنها عرض حول المملكة النوميدية والمخطوطات والصالون الوطني للصناعة التقليدية وغيرها وذكر بن تركي بأن الديوان الوطني للثقافة والإعلام سيتكفل باستقبال وفود 21 بلدا عربيا مدعوا وتنظيم أسبع ثقافية عربية عبر تسع ولايات مجاورة وذلك بعد مرورها بقسنطينة في أشأن الدولي وتحديدا ليبيا حيث أدانت الجزائر بشدة مقتل رعاية إثيوبيين في ليبيا من قبل جماعة إرهابية تنتمي إلى ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي حسب ما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أمس وأكد نفس المصدر أن الإرهاب الجبان ضرب مجددا ليبيا مستهدفا رعاية إثيوبيين أبرياء اغتالتهم أياد إرهابية سفاكة وحاقدة في بلد قصده بحثا عن حسن الضيافة واحتماء بالشعب الليبي الذي يعاني هو الآخر من براثن هذا الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن والذي لا يعترف بأي حدود وأكد بن علي شريف أن تكرار هذه الجرائم في ليبيا يستوقف كافة المجتمع الدولي حول ضرورة دعم الجهود الجارية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي والقضاء على الإرهاب في ليبيا طالبت مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون الإسراع في إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق مبادئ الشرعية الدولية حسب ما أفاد به أمس وكالة الأنباء الصحراوية وعبرت مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي عن قلقها لعدم إحراز تقدم في عملية السلام التي تشرف عليها بعثة المينورسو بسبب العلاقيل المغربية التي تعيق مهام وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفور روس والتي رفقتها انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وذكرت أن الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال ينتظر تصفية الاستعمار وفقا للقانون الدولي في موضوع آخر عقد وزراء خارجية وداخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا عاجلا في لوكسنبرغ لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية وتزايد حوادث غرق المهاجرين خلال محاولة الوصول إلى سواحل القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط يأتي ذلك في ظل مخاوف من غرق مئات الأشخاص جراء غرق قاربهم كانوا على متنه خلال رحلتهم من ليبيا إلى إيطاليا في وقت قالت فيه الأمم المتحدة أن نحو 1500 شخص لقوا حدفهم منذ بداية هذا العام في ذات السياق كان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي دعا إلى عقد هذا الاجتماع العاجل لمعالجة أزمة تدفق المهاجرين على بلاده واعتبر ما يحصل بمثابة عبودية القرن الحادي والعشرين مثل ما انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة لعدم تضامنه في مثل هكذا ظروف نختم نشرتنا بالرياضة حيث تقرر إجراء مباراة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم أمام نظيره من السيشل لحساب الجولة الأولى من التصفية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2017 اليوم الثالث عشر جوان المقبل بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدا وهذا حسب ما أعلنت عنه أمس الاتحادية الجزائرية الفاف وسيجري الخضر تربصهم الأول ابتداء من العشرين ماي إلى غاية الرابع جوان المقبل في حين سيكون المعسكر الثاني من السابع إلى الرابع عشر جوان القادم وذلك بالمركز الفني الوطني لسيدي موسى ويتواجد الخضر في المجموعة العاشرة رفقة كل من السيشل وليزوتو وكذا إثيوبيا فحظ موفق لفريقنا الوطني نهاية النشرة إليكم تذكيرا بالعنوين رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة يتحدث مع ناظره الرواندي بول كاغامي والأخير يصف العلاقات الثنائية مع الجزائر بالجيدة في قطاع التربية أكثر من 800 ألف مترشح لشهادة البكالوريا لدورة جوان 2015 وزير الصحة عبدالملك بوظياف يؤكد أن معاناة مرضى السرطان مع مواعيد العلاج بالأشعة ستنتهي أواخر العام الحالي الجزائر تدين بشدة مقتل الرعاية الإثيوبيين في ليبيا وتصف العمل الإرهابي بالجبان أما في الرياضة الخضر يستقبلون السيشل في الثالث عشر جوان المقبل بملعب شاكار بالبوليدا ضمن تصفية كان 2017 متابعة جيدة لبقية البرامج نشكر لكم طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة